تقديرات الرسمية أكثر من مليون قبل خروج المصلين من المساعد هذه هي تقديرات الرسمية الملاحظة الثانية أن هناك من جاءوا من ولاية بعيدة وناموا في أماكن معينة في الساحة العمومية ونصبوا خيم وهذه أول مرة تحدث هذه المظاهرة في تقديرها هي رد فعل طبيعي للمواقف الموجودة والمترددة هناك اتفاق وقع بين المؤسسة العسكرية وأسرة الرئيس لكن الرئيس وأسرته أخلوا بعد الاتفاق ولهذا هذه المعلومات ربما صورة مثل الشارع ربما لهذا لاحظنا أنه هناك شعار قوي لكان سائد في العاصمة وهو الجيش الشعب بينما كان حديث قبل يوم هو ضد القائد الصالح بعتباره أنه يتحمل مسؤولية لأنه يطالب بحل دستوري في قضية لم تعد دستورية قضية مشكلة سياسية وثق المادة السابعة من الدستور معنى السلطة الآن في يد الشعب ومنذ 22 فبري لغاية اليوم لا يمكن الحديث عن شيء اسمه قانون أو حكومة أو رئيس يعني إن عقاد المجلس الدستوري من عدمه ألا يفيد بشيء الآن ألا يدفع بحل هذه الأزمة الرهنة قدما أولا مجرد أنه تشعر الدستور تشعر المجلس الدستوري بمعنى أنت مضطر في حالتين حالة الأولى يستقل الرئيس وهو لن يستقل الحالة الثانية أنه الرسالة التي يبعتها يقول أنا مريض وبالتالي تفعيل مد لكن مشكلة أخطر أن الرئيس حتى الآن رفض التوقيع على الحكومة الجديدة وبالتالي نحن بدون حكومة كيف نفعل مادة مربوطة بمادة أخرى مادة 2 مربوطة بمادة أخرى وهي المادة 102 مربوطة بالمادة 104 من الدستور طيب لماذا لم يتم التشكيل الحكومي إلى الآن لماذا تأخر إلى الآن لأن الورقة الوحيدة يملكها الرئيسي وتشكيل الحكومة لو شكلت حكومة يمكن المؤسسة العسكرية تنفذ المادة تجد سيغة أخرى للحل والمخاصة المسعلة السياسية وبالتالي دون حكومة لا تستطيع المؤسسة العسكرية أن تتخذ قرار صحيح أن الرأي أو الدعوة جاءت من رئيس قائد الأركان ونائب وزير الدفاع ولكن أصل المؤسسة العسكرية الآن أصبحت لها مشكلة مع أسرة الرئيس لماذا؟ لأن أسرة الرئيس تريد وساطة دولية للخروج من الجزائر وليس للبقاء هنا هل تعتقد أن هذه الوساطة الدولية أو أي تدخلات خارجية سوف يكون لها أي محل من الإعراب فيما يدور الآن في الشارع الجزائري؟ أنا يبدو لي لو أن الإمارات أو الدوحة أو فرنسا فهذه الدول يمكن أن تلعب إحداها دورا في إخراج الجزائر من الأزمة باستقبال عائلة الرئيس شكرا جزيلا لك الدكتور عبد العالي رزاقي الكاتب والمحل السياسي كنت معنا من الجزائر ترجمة نانسي قنقر